مرحبا بالجميع ومرحبا بكل متابعين قناة المحترف أمين النزار قبل أن أدى الفيديو فقط إذا لم تشترك في القناة فاشترك الآن وفعل الجرس كي يصلك جميع إشعارات فيديوهاتنا الجديدة التقنية والمميزة منذ اليوم 6.01.2020 ستبدأ اليوتيوب بتطبيق قانون كوبا أي القانون للفيديوهات أو للقنوات المخصصة للأطفال ما هي السلبيات التي ستحدث إذا تبقت هذه القوانين هي تبقت منذ اليوم 6.01.2020 بدأوا تطبيقها إذا لاحظت بأن قناتك وخاصة أتكلم عن القنوات التي قاموا بوضع إعداداتها بأنها مخصصة 100% للأطفال ستجدوا منذ اليوم ستلغى التعليقات لن تستطيع أن تضع تعليقات على الفيديو تستطيع فقط الاشتراك في القناة تحقيق الربح سيبقى أما كل الميزات الأخرى ستحذف من المنتدى من القصص تعليقات يعني أشياء كثيرة جدا حتى أصحاب أوروبا وأمريكا الذين يربحون المال من سوبر شات أيضا ستحذف يعني أشياء كثيرة جدا ستحذف لن تبقى قناتك عادية كأنها فقط كركاس الشيء الغير جيد أنه الإشعارات لن تذهب يعني تنزل فيديو فقط حتى الإشعارات لن تذهب لحسب ما فهمت من هذا القانون المهم أنه طبقه منذ اليوم في حالة ماذا دخلت القالة في نتائك وما لقيت حتى شيء في القالة في نتائك يعني لقيتها شيء كثيرة مختفية فهذا بسبب أن قناتك هي مخصصة للأطفال أما مشكلة تحقيق الربح تحقيق الربح ما زال هو هو لكن فقط الإعلانات لن تكون مثل السابق يعني ستبقى الإعلانات عادي جدا لكن ستختلف قيمتها وتختلف كمها يعني إذا كان قناتك كانت تنزل ألف إعلان في اليوم ستنزل عدة إعلانات فقط في اليوم هذا إذا نزل يعني ستبقى فقط عدة إعلانات ولن تكون فيها أربح كبيرة يمكن أنهم سيعدلون من هذا الشيء ويمكن أنهم يعني متأمدين أنهم يغلقون قنوات الأطفال متأمدين بهذا الشيء باش ينتقلوا كلهم ليوتيوب كيتز المجاني الذي يعمل فيه اليوتيوب بذلك لا أحد يألم الأمور السياسية من رأى هذا الموضوع يعني حذف الفيديوهات الأطفال أكثر النجاحة في اليوتيوب فيديوهات الأطفال وأما الفيديوهات الأخرى مثل غيمينغ ومثل القنوات التي وضعت يعني هذا فيديو أطفال أو لا ستحذف هذه الميزات فقط في هذه الفيديوهات أما الباقي قناتك ستكون عادية جدا المهم باختصار قانون كوبا قانون مخصص الأطفال تم تطبيقه منذ اليوم ستة واحد الفين وعشرين أي السلسر أخر فقط ضعوا تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو سأحاول أن أجيب على كل تعليقاتكم بإذن الله قبل هذا لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة دعما لنا لكي نكون إن شاء الله نصل أو لكي نصل إلى خمسون ألف مشترك بإذن الله في فيديو آخر سلام ترجمة نانسي قنقر